عليكم أن تفقهوا فقه البراءة البراءة مسألة دقيقة جدا نحن لسنا في مجلس للمصالحة العشائرية وعلينا أن نغضى الطرفة عن ضلال المفيد نحن لسنا نتحدث في أمر اجتماعي أو في مسألة شخصية علينا أن نسترى عيوب بعضنا هذا دين حينما أحدثكم عن معايب مراجع النجف وكربلة ما عندي من مشكلة شخصية معهم المشكلة مشكلة البراءة عقيدة البراءة لا بد أن تكون البراءة دقيقة وإلا سننزلق في مزالق الضلال مثلما انزلق الكثيرون كثيرون من الشيعة يلقبون أنفسهم بالبرائيين لكنهم لا يعرفون فقه البراءة ولذا يرددون البراءة واللعن بالألسنة وهم غاطسون في القذارة الطوسية إلى أمهات رؤوسهم عليكم أن تعرفوا موازين الولاية والبراءة إنها موازين بيعة الغدير اللهم والي من والى وعادي من عادى كيف يكون ذلك؟ علينا أن نعرف الأفكار والعقائد والمعارفة والثقافة كي نميز الأشخاص كان المفيد على ضلال إنني أبرأ من المفيد ومن ضلاله ومن كتبه كان ضارا مضرا ما هو بمفيد لكن حينما عاد إلى أحضان إمام زمانه وبلطف خاص من إمام زمانه نكون معه معكم معكم إنني لست مع المفيد أنا مع صاحب الزمان متى كان المفيد معه فإنني مع المفيد ومتى لم يكن المفيد معه فإنني أبرأ من المفيد ومن دينه ومن كل شيء يرتبط بالمفيد لماذا تقدسون الرجال والأصنام الذين لا علاقة لهم بالله الكائنات التي لها علاقة بالله مباشرة محمد وعلي وفاطمة وولد فاطمة من الحسن المشتبى إلى القائم فقط هؤلاء يرتبطون بالله ارتباطا مباشرا ولذلك هم السبب المتصل بين الأرض والسماء وهم وجه الله الذي إليه نتوجه وهم الباب الذي فتعه الله لنا كي نأتي الله منه هم الباب الذي يؤتى الله منه